خلينا نبدأ مع حضراتكم أخبار وفقرات صباح الخير يا مصر وزي ما بدأنا مع حضراتكم في بداية الحلقة عن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي لسا مكملين معاكم فيما حدث أمس سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح أمس مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي واللي بيعده واحد من أهم المشروعات القومية الكبرى التي دشنتها الدولة بيهدف لتعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين أيضا بيعمل على سد الفجوة بين الإنتاج والاستراد وتحقيق الأمن الغدائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية سيدة الرئيس اتكلم أيضا أمس خلال افتتاح المشروع وقال أن تكلفة الزراعة في مشروع مستقبل مصر أعلى بكتير من أي مكان في الدلتا ليه؟ لأن المشروع ده بيحتاج لبنية أساسية قوية بيحتاج لشبكة كهرباء بيحتاج لطرق بيحتاج لكل الكلام ده علشان كده تكلفة زراعة المليون فدان في هذا المشروع بتوصل لحوالي 250 مليار جنيه خلينا نشوف نحن كلمنا أن نحن لا نستطيع أن نستطيع الهاتف لغاية 24 مليار جنيه نحن محتاج من أننا ونحن موجودين في الوقت يمكن أن نضغط على نفسنا قليلا لكي ترى الظروف التي ترونها فأرجو أنك أنت عارف حاجتك التي تفعلها وأنا متأكد من ذلك لكن أنا سيهمني أننا كمصريين نحن نبقى نرى ونرى تطوراته والأهدف لأنني سأتكلم في الموضوع على حاجات كثيرة وبالتالي أعطينا فرصة أن نكون أنا لا أستطيع أن أكون مطمئن لو تجاوز 23 أبقى في الرقم الذي تضعه هنا في مستقبل مصر غير في دوشكا وبانيسوف والمينيا واللهون وغيره صحبا أنت ممسك فأنا لماذا نقول ذلك لماذا رجعتك ونبص على الأرقام هذه وعشان ذلك أقول لك حتى لو نضغط على ذلك يعني ما أنا عارف أن الترعى التي تتعمل وانا قلت الكلام دي قبل كده لكن بأكده عشان نقول هو التكلفة دي تكلفة بسيطة دكتور مصطفى لا صحيح التكلفة هنا أنا بقولها لنا كلنا وأنا أسف أن أعطيها تكبها أحتم رسالة كثيرا يا جماعة يعني اللي بتسمعونا وبتشوفونا دلوقتي التكاليف اللي بتتعمل في المشاريع دي أكبر كتير كتير من أي تكلفة بتتعمل في الدلتا ليه أنا أكيد وانتم جايين شفتم ان احنا دخلنا في عمق الصحراء رغم ان الشريط الموازي للنيل بتزرع بطريقة تانية خالص ولا يا دكتور مصطفى بتزرع بتزرع من حضار طبيعي للمية وده رابع وخمس مرة أغرى يعني ايه من حضار طبيعي يعني مش محتاجين حاجة المية ماشية من العالي يعني للمنخفض وبالتالي ما فيش مشكلة فيها ولكن لما تيجي تبصوا من فوق على الشريط الموازي للنيل خلال السنين اللي فاتت تلقون ان احنا بنينا عليه وسبنا الصحرا وسبنا الظاهير الصحراوي اللي موجود اللي ممتد على أجناب النيل لك اننا ممكن نبني فيه مدن ونبني فيه حياتنا ونسيب الأرض الزراعية الغالية ديت اللي تكلفتها علينا مش كتير كل إجراء احنا ما عملناهوش بندفع ثمنه دلوقتي كل إجراء الدولة ما خدتش بالها منه وما عملتهوش انا مش بتكلم في سنة وعشرة وعشرين انا بتكلم في أربعين وخمسين سنة وعشان كده بقول لينا كلنا اللي حتى احنا دلوقتي فيه نقاش بيتم في البلد وفيه حوار بي يعني يعني فيه حراك كبير جدا جدا وإحنا سعداء بيه لكن بقول كل اللي بيسمعني من فضلكم الدولة حاجة تانية الدولة كلامها حاجة تانية وإجراءها عايز كتير من الفهم والدراسات عشان تقول اللي انت ماشي فيه ده ناجح ولا لأ يتوافق مع التطور اللي البلد فيه ولا لأ حيتحدى خلال الخمسين مئة سنة ولا لأ ولا الموضوع في وقته بقول كده ليه لأن ممكن أول حد يقول طب انتو بتكلفوا التكاليف ده ليه نحن نسا من خلناش في دي مش كده بق تمام ستة لا نحن نتكلم في أرقام كبيرة قولت من 200 ل300 ألف جنيه للفدان يعني المليون فدان دول يخشوا في 250 مليار جنيه ده الأسعار اللي احنا كنا متكلمين عليها من سنتين ثلاثة يعني دلوقتي يبقى أكتر من كده ممكن طب حد يقول إزاي يعني طب البدايل إيه البدايل لو ما عملناش كده يبقى إيه إذا كنا احنا من لو في خلال العشر سنين اللي فاتوا دول زدنا تقريبا 20 مليون 20 مليون دول طلباتهم قد إيه من السلع الأساسية طب إحنا نمونا كدولة وإنتاجنا يقدر يكافئ ده مش بكلم بالزيادة السكانية أنا بكلم في تخطيط دولة لتحقيق الكفاية لشعبها أيضا وجه سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح المشروع وجه بدراسة استبدال رؤوس الماشية اللي موجودة عند المرابين الصغار في الريف بأخرى أكثر انتاجية في الألبان واللحوم ولو بيقدر عددهم بحوالي 2 مليون رأس ماشية وقال سيدته إن المشروع ده هيساهم في مضاف الداخل المواطنين في الريف المواطن في الريف المصري اللي عنده رأس ماشية من يعني اللي هي مش مطورة مش كده دي بتاكل نفس زي الأكل اللي بيجيبوا رأس مماثلة لها تم تطويرها يعني أنا بقول كلام بسيط يعني وتشرب نفس الشرب بالتاع دي بتنتج لحم تمانية من عشرة من الكيلو مش كده ولا تمانية كيلو أو سبعة لا في اليوم اه مش كده سبعة من عشرة يعني سبعة كيلو في اليوم في اليوم كويس والتانية بتنتج واحد ونص كيلو مش كده يعني بتنتج حوالي من ثلاثين خمس ثلاثين يعني في اليوم يعني يعني حوالي واحد ونص حوالي الكلام واضح كلام واضح لنا كلنا كاسمعين ان احنا بنأكد نفس الاكل ونشرب نفس الشرب وده يطلع لي سبعة تمانية وده يطلع لي عشرين تلاتين كيلو لحم في اليوم مش كده حسنًا قدت للفلاق حاجة قدته حاجة صح كده وخليته بدل ما هو الرصدي بتعمله مثلا ألف جنيه ولا ألفين جنيه بتعمله أربعة خمسة صح كده سيد الرئيس أيضًا اتكلم مبارح ووجه بدراسة إنشاء أسواق كبيرة داخل نطاق القاهرة والجيزة وقال إن علشان تفضل الأسعار تحت السيطرة حتى نهاية العام قال سيد الرئيس أيضًا إن الدولة مستعدة إنها تتحرك في برنامج سريع تعمله علشان يكون فيه عشرين سوق في القاهرة والجيزة يساعدوا في زيادة المعروض ويساعدوا في ضبط الأسعار إحنا مستعدين إن إحنا نتحرك في برنامج سريع نعمله ونخلي الناس بتوع الأسواق الرئيسية الرئيسية لهم ما تجار الجملة أتاح لهم يخش هنا يبقى بدل ما بيجيب الحاجة بتاعته تيجي على سوق الجملة في العبور مثلا لأ تيجي الحاجة بتاعته على هنا على طول هو عارف بقى هو عايز يودي أنا أقيل له إنه عندي هنا في مدية نصر سوقين من ده وفي مصر الجديدة سوقين أو ثلاثة وفي المطارية والمرجي ثلاثة أربعة أسوأ كده وهو يجيب من عنده من المكان اللي بيتم فيه اللي هو يعني بيشتري به المنتجات سوق الجملة الأساسي لا يعني أنا كنتاجر جملة بجيب حاجتي على سوق الجملة أدي نقل ثم باتحها للناس ياخدوها يبقواها تجار التجزئة هيجيب من المصدر الرئيسي أنا بقى بقول له لتجار التجزئة أزودهم وتجار الجملة أزودهم وهبقول له أعمل عشرة خمستاشرة عشين سوق زي كده في القاهرة والجيزة في المناطق الفاضي تتعامل بالطريقة دي تتعرض علي الخطة دي ونقول لهم بس بقى بالشرط أنا حملتلك ده كلهم عشان أنت تجيب هامش الربح يا قليل أنت عايز تخلي الرقابة على الأسواق وعايز تخلي أن التجار ما يغالوش في أرباحهم باستغلاله ظروف لازم تعمل زيادة في المعروض غير تقليدي بإزاي الأسواق دي أنا بقى مواطن موجود في مدينة نصر أتحرك لغاية أن أكشتري أقل من التجزئة الصغيرة اللي هو ده وبالتالي التجزئة ده محل من الاتنين يعني زبط سعره يعني زبط سعره أيضا أشار سيادة الرئيس أمس إلى مبادرة حياة كريمة وقال أن مشروعات المبادرة اللي تتعامل في القرى زي الكهرباء والميا والطرق ممكن توصل تكلفتها لتريليون جنيه وأنه الدولة بتوفر الإنفاق ده عشان تحسن جودة حياة الناس في الريف وأنه حياتهم تكون أفضل هو أنا النهاردة في الريف مش بذبط الكهرباء وبذبط الميا وبذبط الطرق وبذبط العناصر أخرى في مشروع حياة كريمة يا دكتور مصطفى وبنتكلم بنقول إن المشروع ده دخله في 800-900 ومع الأسعار اللي حصلت دي يمكن رقمي يعني يمتد منها شوية لتريليون جنيه ولا حاجة ولا كلام ده مش طيب إذا كنت أنت بتنفق على العشرة مليون فهدان أنا هم أقل من عشرة مليون فهدان كمان بتنفق على عشان تزبط جودة حياة الناس واللي ما عملتوش خلال الأعمار السنين الطويلة اللي فاتت دخلك في ألف مليون جنيه ألف مليار جنيه يا اسف في 3-4 سنين نحن نتكلم فيه يبقى أنت حتستقطر إن أنا لما أجي أزرع وأعمل هنا كل شيء من الكهرباء للطريق لتسوية الأرض لشبكات الري للترع الكلام ده كان معمول على مدى خد اتعمل في مصر اتعمل في 4500 سنة حتى تزرع الأراضي ديت في الدلتا الأديمة اتعمل الكلام ده في 400-500 سنة أنت جايزي عايز تعمله في 4-5 سنين سيد الرئيس أيضا تطرق أيضا في اجتماعه أمس إلى مسألة الحوار الوطني قال سيادته في الحوار الوطني فيه كلام كتير جدا حيتقال وحنستنى وحنسمع ونكلم أحبابنا في كل ما يتم طرحه ولازم أيضا يتم الانتباه للملفات والبانات المتوفرة على مواقع الحكومة وعلى موقع رئاسة الجمهورية ويكون فيه عمل متابعة في هذا السياق خلينا نشوف بطبيعتي أنا بطبيعة الحالة بحب دايما أنا بقى شايف ومتابع واسمع الكلام كله وده مهم لكن وانا بقول الكلام ده ليه دلوقتي ده في اللقاء ده ده مش رد على حد لسه قدامنا في الحوار الوطني ده دكتور مصطفى كلام كتير وحنستنى وحنسمع وحنكلم أحبابنا في كل من اللي بيترحوه أنت الملف منتباه له كويس قبل ما تتكلم فيه مذكروا أقول حاجة البيانات متوفرة طبعا البيانات متوفرة طبعا كل البيانات موجودة على مواقع الحكومة وعلى موقع رئاسة الجمهورية بالتفصيل المهم أنك أنت تعمل منها السياق زي ما قلت كده في الموضوع اللي أنت عايزت تتناول في النهاية تقول أنا شايف أنتم عملتوا أو بتعملوا واحد اثنين ثلاثة اربعة وأتصور بالعلم وبالتخطيط كان يتعمل كده كانت نتائج حتبق أفضل وأنا محتاجة أسمع ده مش أنا بس كمسؤول لا كلنا حتى الحكومة بس من فضلكم ما تفرغوش مضمون عمل كان فيه كرم كبير من ربنا علينا كلنا مش على الحكومة ومش على أيا ومش على البلد الناس اللي هتشتغل لا على مصر خايف لنكون احنا خايف لنكون احنا بنجحد أو جاحدين مع كرم ربنا علينا وإلى جانب افتتاح مشروع ومستقبل مصر الانتاج الزراعي أيضا كان فيه مبارح أخبار مجموعة من الأخبار والأحداث والموضوعات المهمة اللي حصلت منها أن الطلاب أول سنوي قدوا امتحان آخر السنة في الفيزياء والفلسفة والمنطق وده طبعا إلكترونيا ونيابة كمان الإدارية أعلنت عن مسابقة لوظيفة معاون يبقى أخبار تانية كثير هنعرفها مع حضراتكم من خلال التقرير اللي جاي في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت مبارح منها إجراء امتحانات الفيزياء والفلسفة والمنطق لطلاب أول سنوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية في خامس أيام امتحانات الترم التاني واللي هتستمر لحد يوم الأربع 25 مايو إمبارح أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن تهدئة حركة القطارات بين محطتين حدائق حلوان ووادي حوف بالخط الأول حلوان المرج الجديدة لمدة عشر أيام وده بسبب تمرير مصورة مياه أسفل السكة بمعرفة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي كمان إمبارح أعلنت النيابة الإدارية فتح باب التقدم لقبول دفع جديدة لوظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2021 وده الخريجي كليات الحقوق وكلية الشريعة والقانون وكلية الشرطة والتسجيل على الموقع الإلكتروني لنيابة الإدارية في الفترة من 28 مايو الجاري والحد 6 يونيو اللي جاي إمبارح كمان سفير بلجيكا لدى مصر فرانسوا كورنيي قال تصريحات مهمة أكد فيها على أن مصر وبلجيكا بتربطهم علاقات ممتازة وقوية وممتدة في العديد من المجالات وقال كمان أن مصر الشريك مهم بالنسبة لبلاده في إفريقيا نظرا لموقعها الجغرافي المتميز وبالنسبة لجولة المحافظات معانا مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت إمبارح منها لانتهاء من مشروع محطة مياه أولاد الشيخ في مركز دار السلام ودخلت بالفعل الخدمة بتكلفها بلغة 20 مليون جنيه منها أيضا انطلاق ملتقى سوق العمل الهندسي في محافظة الأسكندرية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لجميع عدبانها وأخبار تانية كتير من أسوان والغربية وعدد من أخر من المحافظات خلينا نشوف أخبار كتيرة حصلت إمبارح في المحافظات البداية من سوهاج اللي تم فيها الانتهاء من مشروع محطة مياه أولاد الشيخ بمركز دار السلام ودخلها الخدمة بتكلفة 20 مليون جنيه وده في إطار خطة الدولة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في الإسكندرية افتتحت دكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية ملتقى سوق العمل الهندسي للتوظيف العشرين اللي نظمته كلية الهندسة بمشاركة نقابة المهندسين وأكتر من 22 مؤسسة من كبرى الشركات الدولية والمحلية المتخصصة في المجالات الهندسية المختلفة وده بهدف تعريف الطلاب بفرص العمل المتاحة في جميع القطاعات الهندسية المطلوبة بسوء العمل في الغربية أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة الانتهاء من 85% من أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات المحلة التابع لمدينة المحلة الكبرى وده في إطار خطة وزارة الصحة والمحافظة لتطوير المنظومة الطبية ورفع الكفاءة الفنية والإنشائية لجميع المستشفيات بنطاق المحافظة وتقديم أفضل مستوى من الخدمة في الأليوبية أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها لانتهاء من رقمانة العملية التعليمية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بالكليات الجامعية ده إلى جانب توفير العديد من التعاملات الخدمية والتعليمية والتدريبية إلكترونية في أسوان تم افتتاح فعليات الدورة التدريبية المتقدمة لتنمية مهارات التواصل والقيادة الفعالة لرؤساء وسكرتيري القرى ومنسقي أيضا حياة كريمة بالقرى وده ضمن أنشطة مبادرة حياة كريمة وبإشراف من برنامج الأغذية العالمي شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة